صباح الخير او مساء الخير عليكو ايا كان الوقت اللي انتو تسمعوا في الفيديو. اه برحب بكل المشتركين معي في القناة. كمان برحب بالمشتركين الجداد. بقول لكم اهلا وسهلا. اه بقول لك لو انت رست جديد معينا واول مرة تسمعنا. اتفضل اشترك وفعل الجرس عشان يوصل لك كل جديد. اه بشكركم اه وبحب تعليقاتكم الايجابية. اه اه كمان الناس الاتدعيلي كتير. انا جمان بقول لكم مثل ما قلت ان شاء الله. اه انا كمان بحبوكو كتير. اه هنقول مع بعض النهاردة التوقعات العاطفية. اه لموليد برج سرطان. ان شاء الله. اه وما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس علشان اه بعد كده هقول التوقعات العامة وعن المال والصحة والعمل. وهتكلم بالتفصيل عن المنفصلين والعزاب. اه سواء في زواج او لقى في الفترة اللي جاية او ارتباط او في رجوع ولا لقى في الفترة اللي جاية او الارتباط. اه ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة اللي هتنزل ان شاء الله. اه نبدأ مع بعض نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا برج السرطان. اه هبدأ بالطاقة بتاعتك الاول. اه انا شايفة في طاقتك اه 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 طاقة بتاعتك حلوة جدا انت عندك عجلة الحظ. اه اه فشكلها فترة جاي لك فيها تغيرات كتير اوي في حياتك في الفرح في المرحلة اللي جاية ان شاء الله. اه من الكراءة كمان قدامي ان شايفك انت نفسك نويت تغير حاجات كتير اوي في حياتك في الفترة اللي جاية. اه فدي عجلة الحظ. شايفك كمان برج السرطان. اه ممكن تكون بتتعامل مع شخص من برج الحوت او من اي برج مائي. اه سواء اه عقرب سرطان حوت. اه الشخص ده ممكن يكون اصغر منك في السن او انت اصغر منه. اه ومن الشرط كمان اصغر يعني ممكن يكون شخص مختلف عنك يعني في طريقة التفكير. يعني ممكن تكون انت عقلك اكبر منه. اه في عرض حب جاي لك. اه وممكن للمنفصلين يكون ده عرض رجوع. اه اللي بعد كده بيقولك انت جاي لك فعلا عرض عرض قوي جدا في حب في عطاء في رخاء في استقرار. اه اه في حياة سعيدة جدا في شخص انت منفصل عنه هو بيرقبك لبعضكو. هو بيرقبك هو ممكن يكون كمان سبب انفصال كان مادي. اه اه انا شايفاه بيشتغل على نفسه بيشتغل على العلاقة وعايز يطور من نفسه. عايز يجي لك اه وهو يعني عايز يجي لك فوق وهو يعني هو سابك وهو في حالة وعايز يغير نفسه خالص ويجي لك بشكل تاني خالص وهو اشتغل على ده حاليا. ده بالنسبة لبعضكو وده اللي موجود في الطاقة عندك يا برج السرطان. الابراج اللي موجودة معي في القراءة برج الاسد. اه برج العزراء. برج الاسد ظاهير لي مرتين. العزراء. القوس. الجوزاء. الحوت. اه. وبرج السرطان. ممكن بعضكو بيتعامل مع شخص زي برج السرطان. برج الصور. اه دي الابراج اللي موجودة معي في القراءة. الطاقات مائية. هوائية. اه الترابية. والنارية برضو موجودة زي ما قلت في الكوس وفي الاسد. اه نبدأ مع بعض القراءة. اه القراءة يعني انا شايفة للبعض اه يعني كتير ظاهر عندي اه منفصلين. حتى في الطاقة. كتير ظاهر عندي منفصلين. انت فيه في وضع انفصال يا برج السرطان. اه انت بتفكر في الشريك جدا. اه بتفكر في كل حاجة حصلت بينكو. اه ممكن كمان تكون دي طاقة الشريك هو كمان بيفكر فيك. يفكر في ذكريات يعني الاكتر التذكير في ذكرياته او حاجات جميلة حصلت بينكو. الانفصال ده حصل كمان اه ممكن يكون اه كان فيه مشادات اه كلامية. كان ممكن يكون حصل منك تطاول على الطرف التاني. او الطرف التاني حصل منه تطاول عليك يا برج السرطان. يعني كان فيه يعني اه كلام حاد. بمعنى اصحة في غضب اه في كلام حاد اه في مع كده في زعل وفي ندم. اه على الكلام اللي تقال او على الكلام اللي انت سمعته او اللي انت تكون ممكن تكون انت اللي قلته. وفي ندم كبير. في زعل. اه في زعل على العلاقة نفسها. في زعل على الشخص نفسه. اه في اه اه زعل على على ذكريات. اه انت والطرف التاني اه يعني زعلته قوي على اللي حصل او على الكلام اللي قلتوه البعض. ده للبعض منكو طبعا بس انا بقول الطاقة اللي زهرة قدامي في الوقت الحالي. اه بعدكم يعني ممكن يكون خصل علاقة ثلاثية او فيه اطراف تانية تدخلت في العلاقة. اه انا في العلاقة دي مش شايفة علاقة ثلاثية. اه الطرف تالت عاطفي بشكل واضح. عشان اكون صريحة معاكم. مش طرف تالت عاطفي بشكل واضح. لكن في طرف تالت. ممكن يكون الاهل. ممكن يكون الاهل تدخلوا. اه ممكن يكون كمان اللي بعضكو. اه حصل نقل كلام ليك او للشريك. الكلام ده كان اه يعني عن طريق اه مش عن طريق. يعني ممكن يكون كان غلط. يعني حصل اه اه يعني فيه امور بالنسبة لكم ما كانتش واضحة. بعد اللي حصل ده كله حصل رحيل. فيه حد منكم طيب العلاقة ومشي منها تماما بس مشي هو زعلان. وهو حزين. وهو مقصور يعني مش ماشي لا منتصر ولا مقصوط ولا رايح لحاجة تانية ولا اي حاجة من الحاجات دي لحد اللي ماشي من العلاقة سواء انسا. او الطرف التاني هو ماشي زعلان جدا. اه ماشي زعلان وحزين وندمان على حاجات كتير. ندمان على حب اه على عطاء على اه على عشرة. اه عشان كده بقول العلاقة دي فيها انفصال او الطاقة اللي مفتاحة قدامي حالان هي انا شايفها فيها انفصال اه شايف الحد ده ماشي. فيه حب عنده قوي جدا. لكن هو عايز يسيطر على مشاعره. اه عايز اه يعني عايز يخرج نفسه برا الحالة دي عايز اه ممكن يكون ده انت كمان. ممكن يكون ده انت وممكن تكون شريكك بتتعامل مع برج اسد. اه 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 وعايز بقى يعني سواء انت او هو بقى انت عايز تدي وشي يعني عايز تدي وشي تاني خالص وتبين نفسك بصورة تانية خالص لا زعلان ولا مكتئب ولا حزين انت مسيطر انت قوي انت يعني عايز تحسس الطرف التاني بحالة غمود عندك. اه 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 لكن لو حد يعني بيسأل على رجوع اه في رجوع. اه في رجوع في حب ومتبادل اه انت توقع مروح اه هتحصل اه يعني هيحصل اه 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 تواصل تاني في الفترة اللي جاية اه هيحصل اه 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 رجوع بشكل افضل من الاول بكتير. يعني انت عندك يعني طلع لك يا برج السرطان احسن اه كرت في العلاقات العاطفية اللي هو التينوف بنتيكالز. تينوف بنتيكالز ده عراقة نكحة مستقرة. اه فيها بتسيب اه ماضي سيء وشاك جدا كان فيه متاعب ومشاكل كتير جدا. كمان انتو بعضوكو كان عندوكو مشاكل المادية في العلاقة دي كمان. اه كل ده بينتهي تماما في الفترة اللي جاية. وهو اكيد مش هيكون في النص الاول من ستمبر لكن انت عندك علاقة اه ممكن بعد ما توصل لحالة الاتشفاء دي او انك تكون مستقر او اه انك تغير من اه من انتباعك او انت بتفكر كمان ممكن يكون بعضوكو اه فكر كتير في حاجات هو عملها في العلاقة. اه وحبي تغير من شخصيته. ممكن الحاجات اللي انت عملتها في العلاقة تكون حاجات كويسة على فكرة. بس جات عليك بشكل سلبي. يعني تكون اديت اكتر من اللازم. فانت في الفترة اللي جاية انت هتغير من نفسك جدا. اه ام يعني هتقعد تستنى تشوف الشخص التاني او الطرف التاني هيعمل معك ايه? هو الاول هيديك ايه? هو الاول هيعمل ايه? هو الاول هيقدم ايه للعلاقة? بعد كده انت هتكون آآ رد الفعل. يعني انت مش تتمل فعل بعد كده. ده الطاقة بتاعتك اللي انا شايفيها في الفترة اللي جاية ان شاء الله. وعلى فكرة ده تفكير صح يعني لو ده تفكيرك آآ ده تفكير صح لانه هو هيقدم عاك لحاجات كويسة جدا في الفترة اللي جاية. آآ بعضكم ممكن تكونوا متبعدين تكونوا في صفر يعني انت في صفر او هو آآ في حد آآ فيكم مسافر او عايز يسافر آآ سواء انت او الشريك او يكون الطرف اللي مشي ده هو مشي آآ لصفر آآ ومشي لصفر ممكن صفر وده العمل او لدراسة آآ بعضكم كمان آآ آآ في حاجات آآ زي ما قلت انت بتدور جوا نفسك انت هتاخد وقت مع نفسك تدور جوا نفسك انت عملت ايه في العلاقة دي آآ هو عمل ايه آآ ايه الاحسن اللي يحصل يعني انت خد آآ لبعضكم هو خد آآ الانفصال او الطاقة دي آآ شوية دخل فيها حاجات ايجابية ان هو يفكر بشكل آآ ايجابي بعضكم زعلان وحزين زعلان حزين منطوي بيفكر في الماضي آآ لكن الاكيد عندي في علاقة حب آآ كارتين بيأكدولي في رجوع لشخص من الماضي آآ في زواج آآ في علاقة بعد ما حصل فيها تدخلات وحاجات آآ آآ صعبة كتير حصلت فيها وتجريح بالكلام ممكن للبعض فيكم آآ يعني الشمس هتشرك على العلاقة دي من تاني آآ على قد ما الكراءة دي آآ فيها كروت آآ زعل وحزن واتقاب و و و و و حصرة و ندم فيها حاجات كتير جدا صعبة على قد ما هي فيها كروت كتير قوي جميلة يعني من احلى الكروت اللي موجودة في الطارو آآ موجودة في الكراءة دي فانت هو اللي هيجيلك بعرض ان شاء الله الطرف التاني او ممكن انت اللي تقدم العرض ده لكن فيها علاقة من الماضي فيها رجوع آآ بالنسبة للعزاب آآ آآ يعني انت ممكن يكون عندك آآ انت ممكن تكون زعلان دلوقتي بعضكم بيفكر في ارتباط آآ بشخص معين يعني في شخص مع معين في دماغك هو اللي انت بتفكر فيه ليل النهار مش شايف اي حد خالص غيره آآ الشخص ده في آآ بينكو ارتباط قريب ان شاء الله يحسن خطوبة هو كمان الشخص ده بيحبك في خطوبة وفي ارتباط وفي زواج آآ بعضكم الشخص ده ممكن يكون هو يعرفه ممكن تكون شخص قديم ممكن يكون شخص انت تعرفه من الطفولة آآ ممكن يكون جار ليك او الزميل في العمل آآ آآ المهم ان هو شخص معروف معروف بالنسبالك اللي العازبين مش شخص آآ مش شخص جديد الشخص ده بيبدلك نفس الشعور يعني لو انت عايز تعرف هو الحد ده بيحبك ولا مش بيحبك الحد ده بيحبك جدا بس آآ لبعضكم هو مش بيبين يعني بيبين حاجة تاني خالص غير الجواه لكن هيحصل عرض حد آآ في الفترة اللي جاية ان شاء الله آآ آآ هيحصل ارتباط آآ آآ في زواج آآ العلاقة في ترسيم علاقة في خطوبة آآ للبعض منكم للعذيب اللي المنخصدين بيواجه عامقا على القراءة هنا عامة آآ لكن آآ آآ في الفيديوهات اللي جاية هعمل قراءة للعازبين لوحدهم نشوف في ارتباط في الفترة اللي جاية او في حبة او في علاقات في الفترة اللي جاية وللمنفصلين لو في رجوع او كده بشكل خاص هفصلها لكن حاليا آآ بواجه عام او في رجوع آآ في اشخاص هترجع من طفر او انت هتتافر لحد يا برج السرطان آآ في رجوع الاشخاص من الماضي في حياتك واللي عايزبين في ارتباط بشخص انت تعرفه كويس جدا آآ يا كنت تعرفه من زمين لو انت دلوقتي ما 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 تعرفوش او مش في حياتك حد هيرجعلك شخص آآ انتو كنتوا تعرفوا بعض قبل كده آآ من فترة يعني او يكون شخص يضميلك في العمل او يكون في نفس محيطك يعني في الحي بتاعك جارك كده آآ شخص ده بيحبك جدا لو انت بتحبه هو بيحبك دايما انت بتحبه آآ دي من ناحية القراءة العاطفية النصيحة بتعاتك للفترة دي يا برج السرطان آآ برج السرطان انت بعضكو انا شايفك تعبان جدا ما بتنمش آآ آآ بتحلم احلام وحشة او مش قادر او مش قادر تنام صداع تعب ارهاق آآ انا شايفها الطاقة لبعضكو انت كتير بتفكر في حد من الماضي نصيحتك سبها على الله ما تفكرش في اي حاجة خالص في الفترة دي انت عندك حياة عيدة جاية في الفترة اللي جاية ان شاء الله اخرج من الطاقة السلبية دي لو بعضكو عنده الطاقة السلبية دي اخرج منها تماما آآ ما تفكرش في كل اللي حصل آآ آآ زي ما شفت في الطاقة هنا في الا سواء التجريح بالكلام ممكن كمان التجريح بالكلام يكون هو ده اللي تعبك او او ما خليك آآ آآ يعني مش عارف تنام آآ 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 ممكن كمان تكون العلاقة السلسية اللي انا شفتها آآ لأ انت عندك مرحلة جاية سعيدة جدا ان شاء الله آآ فيها استقرار آآ 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 شوية هتحس ان في حاجة نقصك آآ لكن استقرار آآ آآ نقدر نقول عليه آآ كويس كويس لحد يعني الى حد ما لحد ما كويس جدا في الفترة اللي جاية آآ حاول بعضكو ممكن يكون بيفكر في حاجة تخص لمادة آآ 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 يعني استشير آآ يعني استشير حد آآ يكون آآ آآ اكبر منك او يكون حد كبير في ليلة او يكون آآ آآ يعني آآ حد اتصك فيه او آآ يعني اي حاجة من الحاجات دي المهم انت محتاج انك تسمع لحد آآ آآ يكون عنده حكمة عنده حكمة وعنده مش تتكلم مع اي حد عشان انا شايفة لبعضكو هنا عنده حيرة فعلا محتار ومش شايف آآ محتار بين حاجتين ومش قادر يختار ومش قادر يكرر فممكن ده سبب ان النصيحة بتقولك استشير اسأل حد يكون عنده حكمة يكون عنده آآ آآ يعني عقل يكون اكبر او بيقدر يوزن الامور آآ حد يكون من العيلة كمان آآ ممكن كمان يكون النصيحة انك تصلي وتدعي ربنا يعني هو اكبر حد لينا ربنا سبحانه وتعالى انك تصلي وتدعي ربنا وتقرب من ربنا هو هينور بصرتك اللي انت مش قادر تشوف بها دي ربنا هينور بصرتك ان شاء الله وهتقدر تكرر وتقدر تخرج من الهيرة اللي انت فيها دي آآ الكراءة انتهت آآ نوعا ماء إيجابية آآ بالتوفيق للجميع ان شاء الله ما تنسيش الاشتراك اشتركوا في القناة